اشتركوا في القناة ما يوافق وما لا يوافق في الأسرة فيه أوقات كتيرة الأسرة وكل طرف في الأسرة أحيانا لازم يقول لا يوافق فيه نوع كده من الحد فيه بعض الأمور لا توافقنا في الأسرة ومهم جدا أن الزوجين وطبعا بعد كده الأولاد يكونوا متحد الرأس وبيفكروا مع بعض إيه المرفوض والذي لا يوافقنا في حياتنا كأولاد الله بيقول كده المضمور الأول اللي كلنا بنصليه في صلاة باكر طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشهورة الأشرار وفي تاريخ الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس في آية واحدة ثلاث أمور جوهرية في حياة أولاد الله وخاصة في الأسرة مرفوضة هناك أمور مرفوضة في حياتنا وبالتعقل كده نجد أمور كثيرة نستطيع أن ننتبه إليه في الزواج المسيحي لابد يكون فيه نوع من الحدود وممكن في مرة تانية بنتكلم على موضوع الحدود لكن النهاردة أقصد أن الزواج الأسرة المسيحية بروح نعمة ربنا اللي فيها يجب أن تكون منتندة بابها تنتبه للأمور المرفوضة مش نرفض بعض نحن نسند بعض ونفكر مع بعض ونحتمل بعض ولكن في حياة بتاعتنا هناك أمور مرفوضة يعني الزوجة مهمة جدا في أوقات كثيرة أنها ترفض بعض المعاملات من الناس أو المجاملة الزايدة من الرجال أو الاهتمام بنظرات الأجاب كل هذه الأمور لابد أنها تكون بحكمة بنات ربنا ترفضها الزوج أيضا لابد أن يقاوم ويرفض النظرة الرديئة أو النظرة الشهوانية أو النظرة اللي فيها رغبة غير مقدسة لازم الإنسان يكون عفيف في كل نظراته في الحياة العملية أحيانا الزوج أو الزوجة بيهتم أو بالبحث عن العمل والنجاح في العمل مما يضغي على أسرتهم لا لازم نرفض الأمور اللي ممكن تسبب عدم سلام مش كل عمل وكل انشغال أقبله وحتى لو كان على حساب أسرتي وكذلك الزوجة حتى لو كان نجاحها يحتاج وقت جبير للعمل لازم تحدد وقت العمل علشان تكون عندها وقت تهتم بزوجها و أسرتها و أولادها هي دي المسئولية الأولى في أوقات نرفض هذا الأمر ما يتغيش علينا الطموح أحيانا الطموحات الزايدة والرغبات العالية جدا نشتري بيت كبير نشتري عربية كبيرة نروح رحلات فخمة قوي وهكذا أو مصايف وهذا كذا فخمة قوي هنا بتبقى عبق على الأسرة لابد أن نعمل حدود لأفكارنا وإحتياجاتنا علشان تتواقفك وتتواقم مع ظروف أسرتنا فميبقاش كل شيء يُعرض قدامنا نقبله وخاصة في عالمنا هذا اللي الميديا بتعرض لكل إنسان أمورك صعبة جدا تفوق إمكانياته بزيادة فممكن يسقط في الرغبة في هذه الأمور مما يؤثر على سلام حياته وشفنا نماذج كتيرة بتتعب جدا من الطموح الزايد في الحياة السوبر لوكس بما يؤثر على الأسرة وأيضا ممكن يؤثر على سلام الأسرة لازم نرفض أيضا حاجات كتيرة نرفض خاصة الأسرة الصغيرة في الشباب يرفض إنهم يقلدوا المجتمع في كل شيء في الملابس وفي الزينة الخطأ وفي الملابس الكاشفة وفي التصرفات الغير لائقة وفي الحفلات اللي بتكون فيها أمور لا طليق بأولاد ربنا لابد أن لا نسلخ فيها ولا نجلس فيها ولا تتطفق مع حياتنا أيضا أحيانا العلاقات والصداقات مع كل مع الأسر الأخرى بتكون محتاجة حكمة شديدة لكي نرفض إننا نتعلم أو نندمج بما يزيد عن اللياقة فممكن ده يؤثر على سلام بيتنا على سلام العلاقة بيننا نرفض أيضا إن كل حد يعرف عننا أسرارنا ويعرف عن ما في داخلنا ويعرف عن خططنا ويعرف عن أفكارنا في أسرتنا لكن إحنا نحتاجين إننا نكون هذا على بعض ونرفض تدخل الآخرين أحيانا الزوج أو الزوجة كل منهم بيبقى يعني عنده غير على الآخر أو حب تملك للآخر بزيادة على لزوم لا لازم نحترم بعض ونحترم شخصيات بعض ونحترم إن بيضا في بعض الأمور اللي ينفرد بيها كل إنسان في صفاته في معاملاته وفي أفكاره ما يكونش فيها تدخل بزيادة أو رفض بزيادة كذلك العلاقات مع الأهل مهم جدا كتاب مؤدة يترك الرجل أبها أمه والتسخل بمرضة والزوجة أيضا لابد إن الأسرة ترفض أحيانا التدخلات من العائلة إلا لو كانت للصالح وباتفاق طرفين وباختيار الطرفين لابد إننا نرفض بعض الأمور في حياتنا يعني كلمة تحاضر جميلة لكن مع المجتمع الخارجي لابد إن الأسرة يكون لها حدود وترفض كل ما لا يغليق بحياة أولاد الله فتحي الأسرة في هدوء في سلام وفي سباة واستقرار أكتر من نعمة ربنا ترجمة نانسي قنقر